عايزة روح بقى الجانب تاني وهو الجانب الغير يعني مصور للسادة المشاهدين ولو كل الجماهية الناس كلها ركزت في الملعب أرضية الملعب التتويج الميداليات الإنجاز الأهداف التشجيع ولكن على المستوى الرسمي في المقصورة الـ VVIP في وجود الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي والاتحاد الإفريقي وأيضا في وجود السفارة المصرية من خلال القنصل العام في جدة السفير أحمد عبد المجيد يعني كمان قدامنا هو كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا فاطمة سامورة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي شفتوا المهندس خالد مرتاجع فكرة المهندس خالد مرتاجع قام الدموع كانت غلبة بنسبة كبيرة جدا شايفين يمكن رجل كان من كتر الفرحة ومن كتر الضغوط يعني الدموع كانت عاملة ازاي وتهنئة مع باترس متسبي تهنئة مع الكابتن محمود الخطيب مع علي السفير أحمد عبد المجيد كونسل العام لمصر في جدة كابتن محمود الخطيب بيوجه التهنئة كمان لكل الحضرين كابتن زكريا ناصف جماهير النادي الأهل كانت موجودة في المقصورة كل الناس بتهن بعضها يعني كل الناس الأهلوية الجمال اللي انتوا شايفينهم على الشاشة بيهنوا المهندس خالد مرتاجي والكابتن زكريا ناصف على الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية زي ما قلت لحضراتكم الفرحة في الجانب الآخر يعني شايفين طبعا هنا في مقصورة الفي اي بي وكل الحضرين شوفوا فرحة رئيس الاتحاد الافريقي على فكرة جماعة ورايح بنفسه يوجه التهنئة لكابتن محمود الخطيب وبيهني على الفوز بهذا الانجاز لأن فوز الاهلي هو فوز للقرة الافريقية القرة الافريقية تفوقت على القرة الاسيوية مش السنة دي بس يعني في عهد باترس متسبي رئيس الاتحاد الافريقي لما يتكلم على مشاركة الاندية الافريقية هيقول لك ايه انا في عهدي من 2021 لغاية دلوقتي الاهلي هو ممثل القرة الافريقية في كاس العالم خلينا يكون موجود على المنصة في تحقيق المركز الثالث وتسليم الميدالية البرونزية وانا موجود في ابو ظبي وموجود كمان مع الاهلي في السعودية وانا بسلمه الميدالية البرونزية بعد ما كسب بطل اسيا ده انجاز على فكرة للاتحاد الافريقي بس شوفوا الفرحة وشوفوا الضغوط وفي بداية الفيديو لو الفيديو يرجعنا يعني يجينا تاني في الاخر بص المونز خليد مرتاجي على فكرة كانت الدموع دموع شديدة الرجل من كتر الضغوط والكابتن محمود الخطيب كمان من كتر الضغوط حتى ما قدرش انه يكون موجود مع البعثة اثناء تسليم الميداليات في استاد الجوهرة المشاعة يعني باين باين على وجوه المسئولين والقائمين على ادارة النادي الاهلي الناس من كتر الضغوط اللي بتواجهها جماعة عايزة تفرح كل الاهلوية عايزة تعمل انجاز فالحمد لله اخر اربع سنين بنلعب سيم فاينال كاسعالم بنكسب وبنلعب دوري ابطال افريقيا يعني اخر سبع سنين بنلعب ستة فاينال ده انجازات يعني مع احترام الكل الاندية حدش يعرف يعمل ده الا الاهلي بس الاهلي بيعمل ده عشان ايه؟ عشان جمهوره في المقام الاول ناصح امين للادارة ولللاعبين والجهاز الفني ادارة بتشتغل على انها تكسب وتسعد جماهرها لعيبة رجالة عايزة تعمل تاريخ والجيل ده كتب تاريخ لان ما فيش جيل لعب اربعة سيم فاينال كاسعالم الا الجيل ده جيل تريكا وبركاته ما تبقى الحظهم سيء في 2007 مع النجم الساحلي لكن الجيل ده يعني عمل تاريخ بالمشاركة الرابعة على التوالي واللعب في نصف النهائي وتحيي ميداليا برونزية في تلات مشاركات من اصل اربعة وكانوا على اعتاب تحيي الربعة كمان في المغرب العام الماضي لولا سوق الحظ والمبارلة عدارها الجزائري مصطفى غربان